اليوم شوف يعني اللعبين اللي مشيه انفور المدرب لازم يلاعبوش مشيه مشيه بكو اللعبين كبار ولكن ربما وراهم يلاعبوا في برطولات يلاعبوا فيهم سواء في الخطر مثل بونجاح او محرس في سعودية ربما مكاش عامل كبير من جانب البدني سيدي راهم اليوم اللعبين انا نشوفوا فيهم اللعبين بكو ديكسبرينيونس واللاج مبانسي بزاف اللي راهم موجودين من جاي من الاوروبا ومشيه نفس مشيه نفس التدريب اللي موجود في في ارسنال ولا في تشلسي ولا في سيتي ولا في في فرق اوروبية لاشياء كثيرة لربما التقس الحرارة اشياء كثيرة حتى وراه تطور تطور كبير في الكورة في الكورة العربية هذه في البطولات ولكن مشيه نفس العمل اللي موجود في اوروبا مستعد لهذا هى انهم كيكونوا عندك لعبين اثنين ولا تلاتة في هذه البطولة وخاصة السين افانسي وديرهم دان لقروب ويدخلوyd يلعبوا يكون عندك نقص فعال من الجانب لعبين من الموجودين في وسط الميدان هجومي ولا هجوم مهاجمين باش يقول لي يدافع معه مستحيل ما يقدرش يدافع وشوفنا التقل اللي كان على محرز ولا على ابو نجاح العكس بالبعوار عوار اللي كانوا يلا في بطولة عربية ولكن سنتعوا مساعدوا وعندوا ربما دهنيين روحاب يعودوا لي عوار اللي غاب من ليون وكي مشى لإيطاليا كذلك الرطية بسمو هاد الشيري بدفع فيه بدفع فيه